أعطى الملك محمد رسال استعليماته بإرسال مساعدات عاجلة إلى المتضررين من الفيضانات التي شهدتها سيارة ليون مؤخرا هذا وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إن هذه المساعدات التي تزين ستة وستين طنا تشمل خيما وأغطية ومعدات طبية ضد الكوليرا سوف ترسل بصفة عاجلة ابتداء من يوم غدنا الأحد وستتكفل القوات المسلحة الملكية بنقلها وضف البلاغ أن هذه الالتفاة الإنسانية تأتي في إطار علاقات الصداقة القوية والتضامن الصادق والثابت بين المملكة المغربية وجمهورية سيارة ليون